مهمة برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة شرك رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني الصباح اليوم الشعب الغين يفراحه بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والأربعين لاستقلال غينيا وذلك تلبية لدعوة من نظرها السيد عمار سيسا جومبالو وإلى جانب رؤساء كل من السنغال وبرك نفاسو ونشاريا تضمنت الاحتفالية محمد عرضا لتشكيلات من القوة المسلحة الغينية حضره آلاف الغينيين وأفراد من الجاليات المقيمة في العاصمة بيساو هنا في ملعب الاستقلال في قلب العاصمة الغينية بيساو كان رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني حاضرا إلى جانب رؤساء كل من السنغال ونيجيريا وبرك نفاسو والرئيس المضيف السيد عمار سيسا كومبالو في مراسم تخليد الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال في عينيا بيساو وعلى المنصة الرسمية في ملعب الرابع والعشرين من سبتمبر تابع رئيس الجمهورية إلى جانب نغرائه الأفارقة مختلف فقارات العرض العسكري الذي قدمته مختلف التشكيلات من القوات المسلحة وقوات الأمن الغينية احتفاء بهذا اليوم التاريخي الذي سطر فيه الغينيون ملحمة نيضالية في مثل هذا اليوم من العام 1973 وقدموا فيه درسا قويا في مقارعة الاستعمار البرتغالي وافتدت فيه غينيا حريتها واستقلال بلدها بخيرة أبنائها وأبطالها الذين سقطوا في ساحة الشرف الرئيس الغيني السيد عمار سيسو كومبالو بعد استعراضه للوحدات العسكرية المشاركة في هذا العرض الاحتفاء باليوم الوطني الغيني والاستماع إلى النشيد الوطني ألقى كلمة نرحب فيها برئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني معتبرا حضوره لهذا الحدث الغيني إضافة نوعية في المراسيم وحجم التمثيل والحضور وأضاف أن ذكرى عيد الاستقلال الوطني الغيني تعيد إلى الأذهان مجددا ضرورة تماسك دول القارة في وجه كل استهداف خارجي وأن استقلال غينيا بيساو هو ذمرة لنضال مشترك لعبت فيه دول القارة دورا محوريا بارزا كما استعرض الرئيس الغيني الفرص والمقدرات الاقتصادية لبلده وآفاقها الاستثمارية الواعدة داعيا إلى تشجيع التبادل والاستثمار المشترك خدمة للتنمية المحلية وتعزيزا للعلاقات البينية ودعما للتكامل الاقتصادي في المنطقة هي إذن زيارة صداقة وعمل بانتياز وفضلا عن جوانبها البرتوكولية والديبلوماسية ومشاركة الشعب العيني أفراحه بعيد الاستقلال الوطني إلا أنها مع ذلك خدمت غرضين أساسيين أول ما تعزيز حضور بلادنا في محيطها الإقليمي وتوطيد عرى التواصل مع عمقها الإفريقي هذا من جهة ومن جهة الثاني ربطت هذه الزيارة أصيلة بجالية وطنية كبيرة لها حجمها الاقتصادي وإسهاماتها الكبيرة سواء تعلق الأمر بالبلد المضيف أو بالوطني الأم أحمد ولم دهما للقناة الموريتانية من العاصمة العينية بساو وكان رئيس